من غير له الحق في الاستثناء حق الاستثناء ايوه فالمخالفة في العدويات حبس على طول المتعمد لإهضار المال هو بيلعب على ايه؟ بيلعب على الوقت خلينا ناخد علاء همام علشان خاطر مكلم في موضوع اللجنة الأولمبية ومعنا كمان تليفون مهم من الأستاذ وليد قاسم رئيس تحرير قرابي ولكن ناخد علاء همام عكلم نكمل بقية الجزئية دي عشان الأستاذ وليد قاسم يبقى ملم بكل الموضوع كنا ناخد رأيه فيه استاذ علاء همام تصدل ايه استاذ علاء اقول لك انفراض برضو من الايار الثقيل صدل استاذ عبو المعاطي قال ان مجلس دارة مالك هيتحاسب على عضوات المستثناء لا اللي هيتحاسب رئيس نادي الزمالك لانه خط فوية من مجلس الادارة ان هو الوحيد في المجلس المسؤول عن العضوات المستثناء المجلس اللي كان فيه الدكتور مصطفى عبدالخالق والكابت الأحمد سليمان والأستاذ هاني شكر عشان كده رئيس نادي الزمالك بيحارس جدا في موضوع العضوات المستثناء طيب دي معلومة جديدة عشان في لجنة العضوات المستثناء طيب ايام في النجلس دا كالرئيس لجنة الادويات رئيس النادي ولا احمد جلل ابراهيم لا هو خد تفويت ان هو مسؤول عن العضوات المستثناء ان هو اللي يحددها واللي واسع عليها بعد ما تعاملت العضوات عمل حاجة اسمها لجنة لفارز العضوات كانت العضوات خلاص تعاملت وحتى على رأس احمد جلال ابراهيم عشان لما بقى الصحفين اللي هو مالش علاقة بالبقى احمد جلال ابراهيم واللي بيشطبكم احمد زي الجواب اللي جالي اللي بلغني فيني اضويتي مشتوبة بعد ما اقلت الكرنات واخده الى 24000 جنيه كان مين بقى احمد جلال ومعاه احمد مقتابة كان هم السناء هو اللي شكزهم من لكن كانت ساعتها العضوات اتعاملت وهو مع التفويت من مجلس الادارة القديم ان هو المسؤول عن عضوات المستثناء وهو اللي يحدد وهو اللي يختار ام قلنا اخبار الزمال اللي برضو الرسالة اللي حالك قلتها دلوقتي بتاعت مستشار اللي هو عدوى اي القضايا الدولة لحالك اللي هو وردها تاني هتلاقى ان المحامد الشيء اللي يكلمني هو نفس كلام المستشار طبعا ما احكمه طبعا دواء الدكتور سيد بقيري رجل محامد عظيم يا بي يا بس حتى وان اختلفنا في الموضوع تشريعيا وقانونيا اللي همنا ان تحصنت بعد كده التحصنت تحصنت وهما وحدش يدر الجرم يتفاضل بس ده عليك الخطر هو بيروج ان احنا هنا ضد الاضويات المستثناء احنا ضد مخالطة القانون في الاضويات المستثناء ولكن كلهم بالزبط كل فئة خلت الاضويات المستثناء نحن معها ونساعدهم على تثبيت الاضوية ولكن نقاسب من مناءه بالمخالطة للقانون دون المساز بالاضويات المستثناء وهم حاجة زي ان شاء ابو معاطمة قال ان النادي عمل اعلان واني العضو اللي راح اكتسب العضوية راح حسن النية ايوه لاني دول بندين مهمين جدا في العضوية دي تحنا خلي بالك ملف الاضويات المستثناء كمان لو دخلنا في ملف التجميد والشوب والمنع من الدخول كل من هو زمالكوي اصيل منعه من الدخول وش طبه انا هو زمالكوي اصيل ممنوع من الدخول انت مصلحة ده انت عم الزمالكوي الله يخليك مصلحة يما انت برا النادي وده انت مزيل وبتجده كل يوم 500 خبر وما لو جوا هتعمل ايا هجيب لك المجلس كله طيب قول لنا ما لديك من اخبار كان عندنا التلفولات كتيرة ورسايل كتيرة تمام اه عندنا طبع هيا الكريم ليك على خطاب اللجنة اللونبية وانه هو بيتهم فيها رئيس نادي الزمالك وبيستشهد فيديو اكيد فيه رئيس نادي الزمالك ان اللجنة الانبية اصدار الخطابات اساعد فيها لرموز الدولة واساعد فيها للدولة المصرية وان الخطابات دي بين اللجنة الانبية وبين الدكتور حسن مصطفى ريس اتحاد ده لكورت اليد وعده اللجنة الانبية الدولية اللجنة الانبية بتكدب الكلام ده كله وبالطالب انها تحصل على الخطابات دي لان دي جريمة جنائية وفقتة اخلاقية وليها بتطالب ان الخطابات دي تجيلها وتتعرض على معالي النائب العام واحنا عناقش البيان دلوقتي مع الوصيد ابو المعافظ تمام تمام طبعا برضو اصدروا بيان قسمة فيه على احترامهم الكامل البرلمان المصري والدكتور عبد العام رئيس البرلمان وهم قالوا طبعا احنا بنحترم جدا رموز الدولة المصرية وكذا الدولة المصرية وان جميع الخطابات اللي تم للدعاء انها خرجت من المجنة الامبية خطابات مزورة طبعا نهاردة الاستاذ ممضوح عباس وجه انذار على يد محضر للدكتور عشاء الصبحي وزير الرياضة بيطالبه فيه باتخاذ الاجراءات القرونية بالدماج الزبارة نادي الزمالك واني الاستاذ ممضوح شايف ان نادي الزمالك معملش الجمالة العمومية بتاعته اللي هي اللي بيناكش فيها الميزانية المعاد عدى قلاص وشايف ان ده مخالف وانتكاب مخالفات مالية وادارية دايبة كده مخالفات مالية وادارية كمان شايف نادي الزمالك بيحط فلوسه بعيدا عن البنوك اللي هي الاداعات والارابات والمتحصلات بيحطها في خزينة النادي ده برضو مخالف للقانون وشايف ان الجهة الادارية اصدرت خطابات وقالت فيها ان الزمالك يحط الفلوس في بنوك الدولة لكن الزمالك ما لتزمش وبرضو اتكلم الاستاذ ممضوحة عباس في مسألة ان يلازم الفحص العضوية ولازم اللي جاء اللي قدم تقاريرها الوزير الرياضة ان هو يساعل التقارير اللي جات له دي طالحات حضرات طبعا الكلمة في مسألة تجديد حبس الاستاذ محمد الشهاوي المدير المالي الصابت نادي الزمالك والاستاذ محمد ابو طالب خمسة واربعين يوم عندنا الناردة نادي الزمالك اعلى ان هو متمسك بكريستان جروس وانه مفيش رغبة خالص في رحيله وانه المجلس الادارة عنده ثقة في مدير الفني للفريق وقال ان هو يقفر لكل شيء المقابل مسأل جروس تعهد ان هو هيحصد البطولات ويسا الجامل نادي الزمالك قال ان الزمالك هنفس على كافة البطولات اللي بيشارك فيها وهيحصد الالقاب والبطولات عندنا النهاردة مسأل جروس اختار كايمة مباراة ديجلة لها تقام اليوم الساعة تقاملة ونصف مساء على ملعب ديس بورد في الاسبوع رقم 12 من مسارة الدولة مسأل جروس اختار 21 لاعب للمباراة هم عمد السيد وهمر صلاح محمد عبدالغاني محمد علاء احمد فقطوح التونسي حمد المكاز بهاء مجدي حزم امام طرق حامد التونسي فرجاني ساسي محمد عبدالعزيز محمد حسن محمد ابراهيم محمد عنطر محمد كهربا ايمن حسني المغرب حميد احداد ابراهيم حسن يوسف اوباما الكنغولي كاسونجو وهمر السعيد غيابات نادي الزمالك عن المغراء محمود جنش ومحمود حمدي السنالي الاصابة محمد عبدالسلام محمود عبدالعاطي دونجا احمد مدجولي مصطفى فاتحي عبدالله جمعة دي الوجهة مظر خاصة بالجهاز الثاني عندنا نادي دجلة طرح تذاك المباراة الزمالك لاعباء نادي ودي دجلة مجانا وهيبع فيه حضور كبير جدا بكرة من قبل جمهور ودي دجلة برضا يبع فيه جمهور لنقل الزمالك رئيس مجد الزمالك اتعاحد للجهاز الفني بصرف المكافئات المتأخرة اللاعبين طبعا فيه مكافئة مباراة مينة سمنود ومباراة الانتاج الحربي اللي هم بتوعكس مصر النهاردة علمنا ان الزمالك طلب من احد وقالاء اللاعبين ان هو يشوف مسألة التعاقد مع اسلام عيسى واحمد جمعة صناء المصري طبعا حاجة عارف ان العلاقة متوترة بين الزمالك والمصري كلان وجود الكابتن حسام الكابتن هنورم حسن فنادي الزمالك قرع لما شاف ان هم انتقلوا لتواني المسؤولات الفنيها نادي برامد شاف ان هو ممكن يبع عنده قوة ان هو يقدر يتعاقد مع اسلام عيسى واحمد جمعة فطلب من احد وقالاء اللاعبين القاربين من قدارة نادي المصري اللي هو جس نبض نادي المصري ويعرف مسألة رحيل اللاعبين في ينار المقبل لصوف الزمالك نادي الزمالك النهاردة السلم المنابس الجديدة بتاعته وان دا عمل لغة كبير جدا على السوشيال ميديا بقى ان نادي الزمالك اشترى المنابس دي مقابل نصف مليون دولار واشترىها لنهاية الموسم فجمهور الزمالك شاف ان المبلغ دا كبير خاصة ان النادي الاهلي حصل على منابسه بربع مليون دولار وما دفعش ولا مليم حصل عليه من الرعاية لكن الزمالك دفع نصف مليون دولار وجات من غير الاسماء والارقام ومن غير الخطين الحمر ورجعوهم فعلا جات من غير الاسماء والارقام يا بس تسالح الابوزاني تبترى ديها علاقة مهمة جدا 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 اه نادي الاهلي اذا اوضح ياس ان عقد الرعاية انه جون نادي الزمالك قالك عاوزيني بقى زي الاهلي طب وانتو في الملابس زي الاهلي ما انت زي الاهلي انت رايح تدفع قمة النبلغ كاملا النادي الاهلي خدد بمتين وخمسين الف دولار او يورو ملابس ثم لو خد بعد كده بياخد اربعين في المية من سعر الجملة مش من سعر البيئة والنادي لو خد خمس اشر في المية انت من تشمعني هنا سايب موضوع الملابس اللي اللي منك مباشر للشركة ورايح تمزل في برزنتيشن وطرع الجواب بلفسه رجل الخارق اي ما انا عايز اوضح انبالح شفت الحلقة رجل الخارق بتاع شركة الاتصالات بتاع التسويق بتاع السمسرة والامولات والسمسرة والامولات اللي انا عاوز اوضح يعني ممكن ياخد الامولة مسلا سين عشرة جنيه هو لي بقيها اتنين جنيه والتمانية رايحين لاصحاب النفحة انا عاوز ما اصبح ان علاء مس جزئية خطيرة جدا اه طبعا لازي يجب ان يعيها جمهي النادي الزمالك العظيمة والمحتاجة ان الادارة بالتاجر بس بموضوع الرعاية وبرزنتيشن ومحمد كامل باس ومحمد كامل عيط وحاجات بالشكل ده تمامت عندك عقد الملابس اهو ومعشركة ايمابية وفشلت ورايح تجيب ببقى في التمن بنص مين دولار زي ما علاء بيقول وتدفع مجيبك كل المبلغ والنادي الاهلي بيجيب من دوله خمسين الف دولار واخدهم هدية ثم لو حاب يكمل تاني من سعر الجملة اه واخدهم انت هنا بتتجرب المشاعر زي ما علاك ايه في نادي القرن ايه انا هدافع عن نادي طم انت كنت نية برئيس النادي ما دفعتش ليه ما قدمت الشاكو من دولار زينا ليه نكمل على الزمالك الزمالك ايه لعب في بطول دولة الصلاة يا علاء اه دي اول مرة الزمالك هشارك في الدولة ده طبعا هو كان نجح الفترة اللي فاسف دول الصلاة وفيه 18 نادي هشاركه فالزمالك اعلى مشاركته ورسى خصاب رسمي لاتحاد القرى ان هو هشارك في البطولة دي علاء بس في مركز شامل تعقبه من الانديهم المتنفس على البطولة دي مع الشرطة والشمس يا حقيقا انه عندنا ايه 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 اه عندنا يوسف معالي الزمالك حصل النهاردة على توقيعه ده العيب عنده عشرين سنة لكن لسه الزمالك هيدخل في فوضات معنا دي علشان يدفع المقابل المال اللي النادي الاتصالات هيحدده ويحصل على اللاعب بصورة نهائية اللي كان بيتفاوض مع النادي الاهلي اللي كان بيتفاوض مع النادي الاهلي والاقرير اللي جاي من قطاع النشئين لمسؤول الزمالك ان يوسف عالي الغير ايصر جيد جدا وانضم للمنتخب المصري النشئين وان هو مستوى عالي وطبع النادي الزمالك بيعاني في الجهة اليسرة فممكن ده يقدر يسد الفراغ اللي موجود في الجهة اليسرة بالطريق الاول تمام دي الاخبارك هتعملنا النهاردة الزمالك في نادل بمالك ماش اكي شكرا جزيلا كمان نيابت الاموال الامة حققت مع عمر عادل لمدة 3 ساعات النهاردة اه في موضوع الادوات المستثناء طيب سريعا استقبل النقد الرياضي الكبير صديقنا المحترم الاستاذ وليد قاسم رئيس تحيير كورابيا صد وليد قاسم سلام